إقالة ميغيل كاردوزو، مدرب فريق الترجل التونسي، بدت مطروحة على طاولة إدارة نادبة بسويقة برئاسة حمد المدب، واجتماع ساخن شهد توجيه انتقادات للمدرب بشأن طريقة اللعب. البرتغالي ميغيل كاردوزو، صاحب الاثنتين والخمسين سنة، المدير الفني لفريق الترجل التونسي، بات في مرمى انتقادات الجماهير والمحللين في وسائل الإعلام التونسية. بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به الفريق خلال آخر مباريات الدوري التونسي، آخر نتائج الترجل كانت تعادله مجدداً مع فريق نجم المتلوي ليجد نفسه بعيداً عن المركز الأول بأربع نقاط، وهو ما أثار الغموض حول مستقبله مع فريق باب سويقة. الترجي فاز في اللقاء الافتتاحي في الموسم على اتحاد تطوين بثلاثية نظيفة قبل أن يواجه الفريق صعوبات كبيرة للفوز على نادي مستقبل سليمان بهدفين مقابل هدف واحد في الأسبوع الثاني من المنافسات. لكن التعادل في المباراة قبل الأخيرة ضد الملعب التونسي بهدفين لمثلهما، ثم التعادل مجدداً في الأسبوع الرابع مع نجم المتلوي بهدف واحد مقابل هدف واحد، التعادل فجر بركان الغضبي في صفوف الجماهير بسبب خيارات كاردوز الفنية، وطريقة تعامله مع مراكز اللاعبين وأدوارهم داخل الملعب. كما أبدى رئيس نادي بابسويقة عدم رضاه عن أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة. مصدر مقرب من مجلس إدارة الترجي صرح في حديث لموقع العربي الجديد أن فرضية إقالة كاردوزو باتت مطروحة خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلى أن رئيس النادي حمد المدب قرر منح المدير الفني البرتغالي فرصة أخيرة من أجل تطوير أداء الفريق خلال المباريات القادمة. وفي حالة التعثر مجدداً ستتم الإطاحة بالمدرب. المصدر ذاته أكد أن حمد المدب يرى أن كاردوزو بالغ منذ وصوله إلى الفريق في اعتماد الأسلوب الدفاعي بما في ذلك المباريات التي خاضها الترجي ضد أندية ضعيفة. معتبراً أن الإدارة استجابت لطلب المدرب وعززت صفوف الفريق بكل الصفقات التي أرادها في فترة الانتقالات الصيفية. وبالتالي فإنه لا يملك أي مبرر للظهور بأداء ضعيف في بداية الموسم الجديد. لمعرفة أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق، فقد عقد رئيس نادي الترجي حمد المدب اجتماعاً هاماً مع المدير الفني للفريق الأول ميغل كاردوزو. والذي جاء في وقت حساس عقب بداية موسم لم تكن بالشكل المتوقع، قد عاشها الفريق على مستوى الدوري المحلي رغم الطموحات الكبيرة التي تبناها الجميع في الأونة الأخيرة. كاردوزو أوضح خلال الجلسة أسباب خياراته الفنية، موضحاً الأسباب الكامنة وراء تذبزب أداء فريق باب سويقة وأهمية بعض التغييرات التي ينوي تطبيقها في المباريات القادمة. وأكد المدرب البرتغالي على ضرورة استغلال إمكانيات اللاعبين بشكل أفضل لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة مع تعاهده برفع الحالة الفنية والبدنية لللاعبين. الحديث في الكواليس عن إقالة الجهاز الفني البرتغالي لفريق الترجي هو بمثابة مفاجأة غير متوقعة، بما أن كاردوزو الذي يقود أبناء باب سويقة منذ مطلع العام الحالي نجح في قيادة النادي التونسي إلى بطولة كأس العالمي للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. والمقرر لها صيف العام المقبل 2025، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية وتوجى كذلك بلقب الدوري التونسي للموسم 2023-2024. ما يزعج جماهير الترجي أن إدارة النادي أبرمت تعاقدات قوية قبل انطلاق الموسم، أبرزها عودة يوسف بلايلي وأضم يوسف العبدالي وحمزة جلاصي وعبد الرحمن كوناتي وإلياس موكوانا وغيرهم.